بحث عن منهجية البحث العلمي لطلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع التهميش السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بطول جديد من سلسلة بحوث جامعية لطلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية خطة البحث مقدمة المبحث الأول مفهوم المنهج العلمي وأهميته المطلب الأول مفهومه المطلب الثاني أهميته المبحث الثاني المنهج العلمي تصنيفاته وأبرز أنواعه وتطوراته في العصى الحديث المطلب الأول تصنيفات المنهج العلمي المطلب الثاني أبرز أنواع مناهج البحث العلمي المطلب الثالث تطورات المنهج العلمي في العصى الحديث خاتمة طائمة المصادر والمراجع مقدمة ظهرت النهضة الحديثة منذ ما يناهز ثلاث قرون عن طريق البحث العلمي المنظم وات اليوم تطلعون وسائل الإعلام بشتى صورها بمنجزات جديدة في مختلف الميادين حتى إن ذالت أصبح اعتياديا على مسمعنا ووتيرت ذالت متسارع للغاية فما كان يحدث في القدم من متغيرات تقنية في سنوات أصبح اليوم في غضون شهر وسبع وربما أقل من ذلك ولقد كان للمعارف العقلية الأولى دور فيما وصلنا إليه وحتى وإن لم يذكرها المحدثون سواء كان ذالتا بقصد أو دون قصد وشأن أما بينه فإن المعارف القديمة تمثل القواعد والأصول ومنها ما جددته الدراسات البحثية الحديثة وأضافت إليه المزيد وعرضته في ذوب حديث وأخرى تم نردها واستبعدها ولتل من النمطين هميته سواء ما تم تجديده أو استبعده وتان السبيل لذلك مناهج البحث العلمي التي فصلها العلماء أو الفلاسفة على مدار أزمان متتابعة أما من الناحية التاريخية فإن فترة توضع قواعد وأسس لمناهج البحث العلمي ظهرت في القرن السابع عشر وذالتا بظهور تيتاب الأورجانون الجديد وأوضح العلم فرانسيس بيتون رؤيته ومعتقداته في ذلك التيتاب وملخص ذلك هو أهمية الابتعاد عن النظريات الفلسفية اليونانية القديمة التي كانت تستمد جذورها من القياس واستخدام التجارب والملاحظة المنظمة تبديل ومن خلال الاستنباط يتحول الباحث من دراسة العام ليتوصل لفهم الخاص على عرص الاستقراء الذي يبدأ بالعام وينتهي بالخاص راقت أفطار يتون لتثي من العلماء راقت أفطار بيتون لتثي من العلماء وصار على دربيتون من عيني ديتار صاحب مقولة التحري والبحث من خلال البدء بالشطوط والانتهاب المؤتدات ذات القرائن كما أن هنا تآخرين وضعوا وحدثوا في نفس إطار الفتر التجريبي ومن بينهم تولمون مورينيو وليس توماس ودورتايا وجون ديوي ومور ورسل وستيوارت ميل وكلوت بانار وغيرهم وهنا يمكن طرح الاشتاءال التالي ما هي مراحل تطور البحث العلمي في العص الحديث المفهوم الأول مفهوم المنهج العلمي وهميته المطلب الأول مفهومه أولا تعريف المنهج يعرف المنهج في اللغة العربية بتونه طريقا مستقيما وواضحا وتشتق منه لفظة المنهج وهي تعني الخطة الموضوع السلفان ونرى آية قرآنية تدلون على ذلك حيث يقول المولى عز وجل باسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق لتل جعلنا منتم شعرة ومنهجا ولو شاء الله لجعلتم أمة واحدة ولات ليبليتم فيما أتاتم فاستقبلوا الخيرات إلى الله ما جاءتم جميعا فينبئتم بما تنتم فيه تختلفون فلقد أمر الله بأسس منظمة وينبغي أن يسير علي البشر وإلا ظلوا وساء سبيلهم وطلت علينا التتب الفلسفية بتاثي من التعريف حول تالمة المنهج فمنها ما أشار إلى كونه طريقة للحصول على المعارف حول مشتلة معينة وأخرى أوضحت أنه إجراء منظم لبلوغ هدف المرجع أولاً القرآن الكريم صورة المائدة الآية 48 ثانياً فاضيلي إدريس الواجيز في المنهجية والبحث العلمي ديوان المطبوعات الجامعية الطبع الأولى الصفحة 9 ثانياً تعريف العلم لغة تعلمة العلم هي مصدر للفعل علم والجمع منه علوم فيما يشتق اسم الفعل منه عالم والجمع منه علم وعلماء ويقال علم علماً فهو أعلم والمؤنث منه علماء فيها الجمع منه علم وعلم فلاني إن شطت شفاته العليا وعلم الشيء شعر به وعلم الشيء علماً أي عرفه وعلم الشيء حاصلاً بمعنى أي طن به وصدقه والعلم يعني إدرات الشيء على حقيقته ويعني العلم لدون العلم الرباني الذي يصل إلى الشخص المختص به من خلال الإلهام أما العلوم الحقيقية فيرصد بها العلوم التي لا تتغير بتغير الميلة والأديان مثل علم المنطق فيما تعني العلوم الشرعية العلوم الدينية مثل الفقه والحديث وغيرهما أما استلاحاً يعني العلم مجموع الأمور والأوصول التلية التي تجمعها جهة واحدة مثل علم الكلام وعلم النحو وعلم الأرض وعلم التونيات وعلم العثار وغيرها من العلوم علاوة على ذلك فإن العلم يقصد به أيضاً دراسة العالم المادي والطبيعي من خلال التجارب والمشاهدات والملاحظات والتي يمكن اختبارها والتحقق منها عن طريق المزيد من البحث فهو مراقبة منتظمة للأحداث والظروف من أجل اكتشاف الحقيق ووضع النظريات والقواعد بناء على البيانات التي يتم جمعها لذا فإن العلم يمثل البنية المادية المنظمة للمعرفة المشتقة من المراحظات والمشاهدات المرجع أحمد السلبي كيف ترتب بحثاً ورسالة مرتبة النهضة المصرية الطبع الثانية الجزء الخامس سنة 1990 ميلادية الصفحة 13 ثالثاً تعريف المنهج العلمي يعرف المنهج العلمي على أنه مجموعة من الطرق والأسليب التي تساعد الباحث في تحليل وتنظيم وتنسيق المهام والتوصل للنظريات والقواعد والقوانين على وجه العام أو التعرف على حلول تتعلق بإشتالية علمية تعريف آخر للمنهج العلمي يمكن أن نلخص المنهج العلمي بتونيه طرحاً للأفطار مع عدم اعتماد صحتها دون وجود الدليل وعلى سبيل المثال نجد أن الباحثين في علم الرياضيات يجب عليهم وضع استنتاجات مبرهنة رقمية وبالنسبة للباحثين في التمياء يجب عليهم القيام بالتجربة والملاحظة والباحثون في العلوم الإنسانية والاجتماعية يتوجب عليهم اتباع الاستدلال المنطقي والتدليل بما يقبله العقل المرجع عمار بحوش مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 1999 ميلادي الصفحة 91 رابعاً مفهوم علم المناهج بظهور المنهج العلمي في هيئته الحديثة أصبحت ناتا حاجة لقواعي تنظم ذالت العلم ويتضح ذالت في علم المناهج والذي يعرف من الناحية الاستيلاحية على أنه العلم الذي يهتم بدراسة طرق وسليب البحث واسمه باللغة الإنجليزية ميثودولوجي ووضع في ذالت تاثيم من الكتب ومن أهمها تتاب المنطق للعالم جون ستيورت ميل وتبعه في ذالت العالم نادل حيث طرح تفاصيل أرثر في كتابه بناء العالم ويعد العالم الألماني كانت أول من استخدم مصطلح ميثودولوجي وقام بترسيم المنطق إلى قسمين والقسم الأول يتمثل في شروط العلم الصحيح والقسم الثاني يتمثل في إيجاد شرط العام لطريقة التوصل للمعرفة والآخر هو علم المناهج المرجع خالد إبراهيم يوسف منهجية البحث العدبي الجامعي دار الهضب العربية بيروت الطبع الثانية سنة 2010 ميلادي الصفحة 16 المطلب الثاني أهميته يعد العلم أعظم جهد جماعي يقوم به الإنسان حيث تتمثل أهمية العلم في قراءة وفهم الطرق التي تعمل بها الأشياء ليس فقط الاستفادة منها لذا فإن العلم يساهم في ضمان حياة صحية طويلة الأمد وجعلها أرثر متعة من خلال ممارسة الغياضة والاستماع للموسيقى والترفيه ووسائل الاتصال إلى جانب ذلك فإنه يوفر الدواء ويتشف العلاج للعديد من الأمراض ويساعد على تخفيف الألام ويوفر الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الماء والطعام علاوة على ذلك فإن العلم غذاء الروح فهو أهم قنوات المعرفة ويساعد على الإجابة عن الأصار العظيمة في التون تم يقدم مجموعة متنوية من الوظائف لصالح المجتمعات تتضمن تحسين جودة التعليم والحياة وارتساب المعرفة بالإضافة إلى المساعدة على مراقبة البيئات سادسا فاضي إدريس المرجع السابق الصفحة عشرة ويمكن أن نجز أهميته في النقاط التالية تنمية خبرات الباحث البحثية في شتى مجالات ومواضيع البحث تشويق الطالب بمتابعة القضايا العلمية المختلفة ولا سيما إلا قد جهوده البحثية اهتماما ومتابعة وتشجيعا زيادة الرصيد المعرفي والثقافي للإنسان في مجالات العلم والثقافة والمعرفة التعرف على المراجع والمصادر الأصلية للمعرف والعلوم الوقوف على صحة المعلومات ودقتها وذلك من خلال تحليلها والوقوف عليها الصحة وضعفا تنقيح العلوم والمعارف ما لحق بها من بعض الشوائب الموسية لها رفع شأن العلم والعلماء وتسليط الضوء على تاريخ العلماء تقوية صيلة طلاب العلم بالمرتبات العلمية ورفع شأن التتاب تقييمة علمية ومعرفية عظيمة إعطاء الباحث القدرة على مناقشة المسائل البحثية والمقارنة بينها واختيار أفضلها المرجع صابر فاطم عوض خفاجة ميرت علي أسس البحث العلمي مطبعة الإشعاء الفنية الاستندرية سنة 2002 ميلادي الصفحة 45 المبحث الثاني المنهج العلمي تصنيفاته وأبرز أنواعه وتطوراته في العصر الحديث المطلب الأول تصنيفات المنهج العلمي تصنيفات مناهج البحث العلمي الحديثة كما أن فتاة المنهج البحث العلمي وعلم المناهج محل اختلاف بين العلماء والفلاسفة وذاوي الصيلة فإن تصنيفات مناهج البحث العلمي على نفس المنوال وليت الواضع للتصنيف رأيه وموازينه التي استند إليها وفيما يليس نفصل بعض التصنيفات الشهيرة التصنيف وفقا لرأي العالم هوتيني المنهج الإبداعي والمنهج التنبؤي والمنهج التاريخي والمنهج الفلسفي والمنهج الوصفي والمنهج التجريبي والمنهج الاجتماعي التصنيف وفقا لرأي العالم ماركيز المسح الاجتماعي والمنهج الفلسفي والمنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة والمنهج الأنثروبولوجي والمنهج التجريبي التصنيف وفطن لرأي العالمين جود وستريتز منهج دراسة الحالة المنهج المونغرافي والمنهج التجريبي والمنهج الوصفي ومنهج دراسات التطور والنمو والمنهج المسحي جهود بعض علماء العرب كان لبعض من علماء العرب رؤية خاصة بتصنيف مناهج البحث العلمي ومن بين ذلك تصنيف الدورتور محمود قاسم وصنف مناهج البحث العلمي للمنهج التاريخي ومنهج العلوم الطبيعية ومنهج علم الاجتماع ومنهج الرياضيات تصنيف الدورتور أحمد بادر وصنف مناهج البحث العلمي للمنهج المسحي والمنهج التجريبي والمنهج الإحصائي والمنهج الموندرافي تصنيف الدورتور عبدالباصط محمد حسن وصنف مناهج البحث العلمي لمنهج دراسة الحالة والمنهج التجريبي والمنهج المسحي والمنهج التاريخي تصنيف الدورتور عبدالرحمن بدوي وصنف مناهج البحث العلمي للمنهج التاريخي والمنهج التجريبي والمنهج الاستدلالي تصنيف الدرطور محمد طلعت عيسى وصنف مناهج البحث العلمي للمنهج التجريبي والمنهج السببي المطارن والمنهج التاريخي ونهج دراسة الحالة والمنهج الإحصائي ومنهج المسح الآثري المرجى محمد سرحان علي محمود مناهج البحث العلمي دار التتب المصرية سنة 2019 ميلادي الصفحة الرابعة والثمانون عبود عبدالله الأستري منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية دار النامير دمشق سنة 2004 ميلادي الصفحة 90 إلى الصفحة الثالثة والتسعون المطلب الثاني أبرز أنواع مناهج البحث العلمي فيما يلي تفصيل أبرز أنواع مناهج البحث العلمي أولاً المنهج الوصفي يعرف المنهج الوصفي بتوني أسلوباً أو طريقة يتبعها الباحث من خلال الوصلي مشتلاء ظاهرة بأسلوب علمي وتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك ثم القيام بالتحليل ووضع الاستنتاجات البحث الوصفي تفتها لم تكن وليدة العصر والمنهجيون ذاتهم يعترفون بذلك ويمكن أن نقول إن ما ترى هو وضع أسس وطواعي التنظيم تلك النوعية من الدراسات يعد العالم في دريت لو بلاي في طالعة من وضع إطاراً عاماً للدراسة الوصفية حيث قام وبشكل عمل بإجراء بحوث للأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة كبيرة من العاملين في فرنسا ولا تقتصر أهمية المنهج الوصفي على الدراسات المرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية فقط بل يستخدم في شتى أنواع البحوث والاختلاف في تلك الحالة كونه يستخدم بشتى الأعصيل وفرعي الفروع تفرع من منهج البحث الوصفي مجموعة كبيرة من المناهج الأخرى فوفقاً لتصنيف العالم فاندالين فإن فروع ذلك المنهج تتمثل فيه المنهج المسحي ويتفرع من ذلك المنهج المسحي الاجتماعي ومنهج دراسة الرأي العام ومنهج السوق ومنهج تحليلي المنهج النمائي التتابعي ويتفرع من ذلك منهج دراسة الاتجاهات ومنهج دراسة النمو منهج العلاقات ويتفرع من ذلك منهج الوصف الارتباط والمنهج السبب المقارن ومنهج دراسة الحالة الواحدة الخطوات تتمثل خطوات تطبيق المنهج الوصف في قيام الباحث بفحص مشتلة والتأكد من إمتانية دراسة وفقا للمعايير العلمية وبعد ذلك يقوم الباحث بصياغة التساؤلات العلمية ثم وضع فرضيات في ظل ما يمتلته من معلومات أولية ويتبع ذلك انتقاعينة بحث ميداني ثم اختيار أدات دراسة مناسبة مثل الاستبيان والاختبارات والملاحظة والمقابلة ثم القيام بعملية تجميع منظمة للمعلومات ويتم تحليل تلك المعلومات عبر المعادلات الإحصائية ويتم ذلك بوضع نتائج للدراسة الموجع عامر إبراهيم قنديلجي مناهج البحث العلمي دار ابن خلدون للتتاب الصفحة 147 ثانيا المنهج التاريخي التعريف والنشأة يعرف الخبراء المنهج التاريخي على أنه طريقة يتبعها الباحث لمعرفة مدى صحة موضوع معين من خلال الخلفية التاريخية الموثقة ويطلق على ذلك المنهج تذلك اسم المنهج الاستردادي وفيه يسترد الباحث المعارف من الماضي من خلال ما حدث وهو وضع لإيطال حديث للمنهج التاريخي وطعم السواتان ذلك عبارة عن تدوين أو رواية ويعتبر أن نسباً أهم العالم فوسطيت دوتولاند بوضع تفاصيل أكبر حل ذلك المنهج أو الطريقة الخطوات يبدأ البحث التاريخي من خلال اختيار الباحث للموضوع ويتبع ذلك انتقال مصادر والمراجع والقيام بعملية نرط خارجي بمعنى التأتد من سطب صاحب المصدر ونرط داخلي ويعني التأتد من دقة ما يرتب وفي ضو ذلك يقوم الباحث بعملية استبعاد للمعلومات التي لا تتوافق مع المعايير العلمية والمنطقية ثم يقوم بعملية تطيب واستنتاج للحطائر الموجع عامر إبراهيم طنديلجي مناهج البحث العلمي دار ابن خلدون للتتاب الصفحة 147 ثالثاً المنهج التجريبي التعريف والنشأة يعرف المنهج التجريبي على أنه طريقة بحثية يستخدم فيها الملاحظة والتجريب تأساس لدراسة الاشتاليات العلمية وبما يساعد على التوصل لاستنتاجات في أعلى درجات الصحة والقبول ويعد المنهج التجريبي طريقة مثالية لدراسة الظواهر ويستخدم بصورة أكبر في العلوم الطبيعية مثل التمياء والفلط والطيب والهندسة والفيزياء وتذلك يستخدم بنسبة طل في دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية ويعد البعض العالم داليليو واضع لإيطاء العام لذلك المنهج ويعتبر آخرون كل من فرانسيس بيتون وروج بيتون وريني ديتات مؤصلين للمنهج التجريبي في أيهاته الحديثة ولكل منهم إساماته الجليلة فيما يتعلق بوضع أسس للمنهج التجريبي الخطوات يتطلب البحث التجريبي تحديدا لمشتلة البحث ثم القيام باستخراج المتغيرات الأساسية والصياغة فرضيات وهي عبارة عن علاقات بين المتغيرات ومن ثم القيام بالملاحظة والتجريب ويتابع ذلك وضع الاستنتاجات الختامية ويختلف المنهج التاريخي والوصف عن التجريبي فيما يتعلق بالتحكم في المتغيرات المستقلة ومعرفة آثر ذلك على المتغيرات التابعة من خلال التجربة العملية المرجع عبد الرحمن بدوي مناهج البحث العلمي دار البيان للتوزيع الطبع 2004 الصفحة 103 والصفحة 107 المطلب الثالث تاريخ البحث العلمي في العصى الحديث ارتملت دائم التفكير ووسوس البحث العلمي في أوروبا من القان السابع عشر إلى العصى الحالي واطلق على هذه الفترة من الزمن بالعصى الحديث تعتبر تجايب داليليو الفيزيائية مطلع القان السابع عشر أساس مسيرة البحث العلمي حيث اتسع القان السابع عشر بازدهار التجارب العلمية وتانى مفعما بالبحوث العلمية والذي ارتشف فيه العالم نابير اللوداريت واستكمل هارفي عمل ابن النفيس بارتشاف الدورة الدموية وانتشر نظام الرموز العشرية على يد بيرجيز وانتشرت نظريات فرانسيس حين نشر مؤلفه الأدات الجديدة للعلوم حيث فصل من خلاله قواعد المنهج التجريبي وقد تبنى بوي العلم الكيمياء ولقب بيام الكيمياء الحديث وظهرت قوانين الجاذبية التي أثارت علم الرياضيات على يد نيوتن أما ما يتعلق بمنهج البحوث العلمية التجريبية التي برزت ذلك العاص فقد أوجزهما بيطون بمرحلتين إثنتان للبحث العلمي عبرت الأولى عن التجربة والثانية عن تشجيل وتدوين التجربة شاملت مرحلة التجريب عدة جوانب همها تنويع التجربة تشمل تنويع الباحث إما في المواد التي تنتج عنها الظواهر الطبيعية والظروف التي تمر التجربة عبرها وذلك الاتشاف خصائي الجديدة لطبع الأشياء إطار التجربة وذلك من خلال تعريض المتأثر وجعله تحت تعثر المؤثر لفترة محددة طويلة نوعا ما لتحديد ما إذا كان يغير في طبيعة المتأثر وينجع ذلك عن إنتاج ظواهر جديدة نقل التجربة ويعني ذلك نقل الباحث ما طبطه من إرشادات وتعليمات في تجربة معينة وتطبيقها على التجارب أخرى ضمن فروع متنوعة من العلوم ومن ضمن العلوم التي ازدهرت ضمن العصر حديث العلوم الجيولوجية والبيولوجية وشتلت ميادين جديدة للبحث والدراسة وقد أسهم تولمين ليل وداروين في بدء دراسة علم الآثار من خلال تغيير الصورة النمطية عن العالم الطبيعي ونجع عن ارتشاف الحفريات على يد شليمان خلال القانع التاسع عشر وتم استحداث مجالات جديدة للعلاقات الاجتماعية والنظم الارتصادية وعسس التعليم وكان النمو التكنولوجيا الملحوظ نتيجة للانفجار المعرفي واستخدام البحوث العلمية حيث يشكل كل ما حولنا من تقدم الموس بنمط الحياة نتائج البحث العلمي المرجع محمد بن عمير منهجية البحث التاريخي الطبعة الثانية دارها ما للطباة والتوزيع الصفحة الثامنة والتسعون خاتمة بعد أن استعرضنا تفاصيل بحث حول مناهج البحث العلمي وتطوره في العصى الحديث وفصلنا تصنيفاتها وأبرز أنواعها يجب أن نشير إلى أنه يصعب استخدام منهج واحد فقط من الناحية التطبيقية حيث تتداخل وتتقاطع كثير من المناهج العلمية مع بعضها البعض فنجد باحثين يستخدمون في نفس الموضوع المنهج الوصفي بالتزاون مع المنهج التاريخي والاستدلالي وهنا تآخرون يستخدمون المنهج السبب المطارن مع المنهج الإحصائي وهاتذا إن قيمة المنهج العلمي تتمثل في تيفية استخدامه من جانب الباحث وقد يعتقد البعض أن مناهج البحث العلمي تتبل الباحث وتجعلهم مطيدا وملتزما بتعليمات معينة وهي على العرس من ذلك فهي بمثابة قواعد عمى منظمة وتبقى التفاصيل دوما في يد الباحث العلمي ويمكن أن نمثل مناهج البحث العلمي بعلبة ألوان في يد الباحث وعلى الباحث أن يرسم لنا اللوحة الجميلة التي تستحوذ على إعجاب المطالعين رائمة المصادر والمراجع أولا فاضيلي إدريس الواجيس في المنهجية والبحث العلمي ديوان المطبوعات الجامعية الطبع الأولى ثانيا أحمد السلبي كيف ترتب بحثا أو رسالة مرتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية الجزء الخامس سنة 2009 ميلادي ثالثا عمار بحوش مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ديوان المطبوعات الجزائرية الجزائر سنة 1999 ميلادي رابعا خالد إبراهيم يوسف منهجية البحث العدبي الجامعي دار الهضب العربية بيروت الطبعة الثانية سنة 2010 ميلادي خامسا صابر فاطمة عوض خفاجة ميرفت علي أسس البحث العلمي مطبعات الإشعال الفنية الإسطندرية سنة 2002 ميلادي ساديسا محمد سرحان علي محمود مناهج البحث العلمي دار الكتب المصرية سنة 2019 ميلادي سابعا عبود عبدالله العسكري منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية دار النامي ديمشد سنة 2004 ميلادي ثامنا عامر إبراهيم طنديلجي مناهج البحث العلمي دار ابن خلدون للكتاب تاسعا عبدالرحمن بدوي مناهج البحث العلمي دار البيان للتوزيع الطبعة الثالثة عاشرا محمد بن عميرة منهجية البحث التاريخي الطبعة الثانية دار همى للطبع والتوزيع